مع انطلاق اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا استعرض مدير الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة رفائيل جروسي مخرجات زيارته الخطفة إلى طهران جروسي أكد أن الوكالة الدولية لم تحصل على أي توضيحات من إيران بشأن آثار اليورانيوم التي عثرت عليها في بعض المواقع النووية مشددا على أنه لم يتلقى أي وعود من طهران خلال زيارته لها وبحسب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن موقف إيران برئاسة إبراهيم رئيسي متشدد للغاية بشأن البرنامج النووي لكنه أشار إلى أن نظام مراقبة المنشآت النووية الإيرانية يوفر للوكالة قدرا من المعلومات المسؤول الأممي أعرب عن استعداده للعودة مجددا إلى إيران للقاء المسؤولين هناك ومناقشة القضايا العالقة لافتا إلى أن من واجبه كأمين عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية التحاور مع طهران وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل جروسي قد أعلن بعيد عودته من طهران أنه توصل إلى حل مؤقت مع السلطات يقضي بإعادة سيانة كاميرات المراقبة كما أوضح أن إيران وافقت على السماح للمفتشين الدوليين بصيانة معدات مراقبة محددة واستبدال بطاقات الذاكرة الخاصة في عدد من المواقع النووية لكنه أشار إلى أن الوكالة لم تحصل حتى الآن على إمكانية الإطلاع على تسجيلات الكاميرات